البرطاسية اسم يطلقه العامة على جامع البرطاسي في إشارة إلى أنه كان مدرسة لتعاليم الدينية قبل أن يتحول إلى مسجد بان المدرسة الأمير شرف الدين عيسى بن عمر البرطاسي الكردي يجمع مختلف المتخصصين في الشأن المعماري والأثري على أن مسجد البرطاسي هو أكثر مساجد طرابلس اللبنانية جمالا ويحتوي على العديد من العناصر المعمارية المماليكية والتي لا تجتمع في منشأة واحدة كما تجتمع في البرطاسي فباب الجامع الرئيسي ونوافذه ذات العتبات المقنطرة مبنية من حجرة سوداء وبيضاء متناوبة وهي تقنية تسمى البلقاء أتى بها المماليك من مؤثرات ومناخات بنائية شمال أفريقيا ومع ما يحمله من تحدي معماري وجه البرطاسي عاتيات الدهر فنجى في العصر الحديث من فيضان النهر الذي يلاسق مجراه حدود الجامع سنة خمس وخمسين تسعمائة وألف كما نجى من تخطيط المدني الذي صمم لتجاوز ما يفرزه الفيضان ومن روائع المسجد الخارجية قبابه الثلاثية أما عن محراب البرطاسي فهو الأفخم بين كل محارب طرابلس وتتركز فخامته في ديكوراته ومزايكه